الفترة دي عمر مش متوجد في منتخب مصر طيب لكن انت بتكنه كل احترام وتقدير الجاز الفني اللي هو قادة الكابتن حسام حسن انت تحت امر منتخب مصر في اي وقت طلبت في اي وقت في اي مركز انت تحت امر المنتخب فترة اللي فاتت اتقال كلام كتير فيه علاقة متوترة بين الكابتن حسام حسن عمر كمال عبدالواحد من قبل كده فرصة وانت متوجد معنا توضح الامور للناس كلها علشان يبقى الكل سمع بس يا بعد الي منتج اننا ؟ انا مش من الناس اللي بحب تتلع على المياه وتتوضح اي حاجة ولا بحب متابع المياه الموضوع عني الناس عمله واخلقى مشاكل ما بيني وبين كابتن حسن الموضوع ما بيني وبين كابتن حسن حسن وأنا في ذات الشرطة لو انا مش بحبه كشخصه أنا كنت في تحد الشورطة ممكن حرقت سأل مسؤولي تحد الشورطة كان جاي لعروض كتيرة جدا أنا فضلت إن أنا ألعب مع كابتن حسام حسن قلت إن أنا عايز ألعب مع كابتن حسام حسن لإن أنا حابب الرجل ده وعايز ألعب معه ما حصلش نصيب إن أنا لعبت شاركتش كتير وحصل إن هو كابتن حسام حسن خلي بقى لحرق كابتن حسام حسن أول واحد هو اللي لعبني باكرايد فموضوع الباكرايد هو أول واحد لعبني بس لعبني ما كنتش موفق والمواتش اللي لعبني فيه كنا باللعب الزمالك المصري والزمالك وجي من نحيتي جولان فكابتن حسام زعل مني والدايق مني ان انا ما كنتش على قد اللي هو كان متخيله فحصل ان هو عادني استبعيدني فترة وكده رحت راح اعرق القصيوتي رجعت اول ما رجعت راح اجتمع بيا عشان بس على وضح الصورة للناس خواس انك بتحكي الحكاية من الاول لانشان ما فيش حد يارف الديتيلز دي رحت القصيوتي رجعت كان جاي لعروض وكان جاي لأمبي اروح نادي أمبي خلاص مشاكل وكابتن حسام مش موافق انك تمشي وا 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 انا عايز العب وانا حاس ان انا هبقى فرصيتي مع كابتن حسام بعيدة لان انا استبعت وكابتن حسام شايفت ان انا هلعب باكرايت وانا مش الفترة دي ما كنتش جايد في الباكرايت فقعتنا شوية وراحت محطوط قيمة انتظار رجع كابتن حسام كنت بتمرن الواحدي رجع جابني كان سائل ساعتها مخاطر الاحمال اسمه كابتن احمد سامح قال له عمر بيتمرن قالιο اه قال له جاهز قال له الله ما بلعبش ماتشغط بتمرن بس في الجيم الواحدي فانازلني ايه invade ش وقبل الماتش لو كاندي رح نديهلي في القودة عنده قالي اعملي قطول الحمد لله كويس قالي انت عايز ايه قطوله بحضرتك عايز ايه قال لي ان انا اسألك انت قطوله حضرتك عايز ايه قال لي ان لو مش جابك انا عشان عايزك ترجع تبقى في فرق معانا مش مش اسألك قطوللو انا عايز ا crimعه مع حضرتك طلوب دليل أنا قلت الحردك في أول مرة جيت فيها أول سنة أول سنة قلت لك أنا فضلت النادي المصري وقلت أن أنا عايزة لعب مع كابتن حسن عشان كابتن حسن مشان خاطر إيه شاركت موجود في المكان بالزبط عشان أنا من صغري لأنه هو كان يعني بوايا كان في المنتخب كان كابتن حسن في المنتخب فأنا كنت بشوف الناس اللي هي القيمة والقاومة دي فالواحد يعني كمان لما كابتن حسن بقى مدرب أنا حابب أنه كنت ألعب معاه فما كانش في مشاكل ولا في أي حاجة ساعتها جابني وتصالحنا مش تصالحنا هو قال لي مش عايزة تضايق وأنا جايبك خلاص هترجع تلعب إيه مكانك إيه طرف طرف يمين قلت له خلاص ماشا فيش مشكلة قال لي جاهز قلت له كان بلعاية ساعت عندنا ماتش ودي والله 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 ولا حرف غلط بالله أنا بقوله عشان بس الناس ما تاخدش الكلام وتروح ممنتجة وتوديه في حيطة تانية عشان خاطر تطلع هي أن هي فهم كل حاجة لأ ما فيش حد فهم غير من أنا أنا صاحب الموقف أنت صاحب الموقف بالضبط فقال لي جاهز وتوله جاهز قال لي طب خش أغير ما بلعبش يا كابتن ما بمس كورة في الجيمة بس وبجري نزلت لعبت ماتش ودي كانوا بيلعبوا الناشئين نص ساعة من الماتش والله العظيم يا كابتن راح نزل لي جايبني من على الخط كده ومسكني قال لي طلعت له غير يمشي ومن وره شغالة ومن وره شغالة قال لي كابتن إبراهيم كلمة قال له وحيات ربنا وحيات ربنا وحيات ربنا وحيات ربنا قال له يا إبراهيم ده فت أحسن من أكتر من اللي بيلعبه في الملعب معنا تمام؟ خدت شنطتي وطلعت خدت دش وطلعت قال لي بكرة تمرينك بكرة مع الفئراء خلاص تمام؟ أربعة أيام وكابتن حسن مره راح إيه؟ بيراميدز موضوع ها أقسم بالله هو ده كل اللي حصل من إيه تزد؟ من أول ما جيه جيت المصري والناس قاعدة تقول أصلي مشاكل وأصلي كنت بتوضح علشان الناس أول مرة تسمع أنا بس عايز أقول أن لما أنا بطلعت في البرناج مع كابتن سيف زاهر وانا تسألت سؤال إيه أحسن فترة في حياتك؟ قلت له فترة المصري أحسن آخر سنتين قال لي ليه؟ قلت له لأن أخر سنتين على العيب تقال لي يعني أهو حش سنتين أن اللعيب الكورو ما بيلعبش قلت له طبعا لأن ده أكل عيش ودي مهنتي فأي لعيب ما بيلعبش قال لي مين كان ماسك؟ قلت له كابتن حسن حسن قال لي كان فيه مشاكل قلت له كان فيه أنا يا كابتن بتكلم أنا من الناس اللي بتكلم بطبيعتي يعني حركة ممكن تكون عارفني كويس أنا بتكلم ما بحبش أجمل الكلام وبقول اللي في قلبي على الثاني لأن اللي بحب سوري متأسف يعني لحد هيحسبني في الدنيا إلا ربنا صحنا وتعالى حتى والدي والدتي مالهمش أن هما يحسبوني الحساب بتاع ربنا فأنا مفيش حد هيخوفني ولا فيه حد يخلينا أنا يمنعني نقول حاجة فأنا كنت بقول بقول أن أول سنتين كابتن حسن قال لي كان فيه مشاكل قلت له لا يا كابتن ما كانش فيه مشاكل بس طريقة لعبي ما كانتش موناسبة لكابتن حسن وكنت أنا بلعب بهاف رايت وينج رايت وكابتن حسن لعبني باك رايت مكنتش موفقة فمن ساعتها استوب عيدني ده كل اللي حصل وخرج مني الناس بقى عمالة بتقول نحور الكلام أصل عمر كمال اتخاني مع كابتن حسن أصل عمر كمال قال لي كابتن حسن وكابتن حسن قال له عمر والله طب خلينا في دلوقت يا عمر يعني مفيش أي خلافات طبعا زم أنت بقول طالس والله العظيم أنت بتكون كل الاحتراب والتدير لجهاز المنتخم وتحت عمر المنتخب في أي وقت طبعا في أي وقت لأن الواحد لما بيبقى يعني متطلب أن هو يخدم بلده ويبقى يشرف بلده دي حاجة تخليه دايما كبير وأن أنا بشوف أن أي خلافات في الكورة ما بين ما بتحصل كتير خلافات مدرب بين العيب ورؤساء قندية بين المدربين دي طبيعة ووارد وحرك عيشت الكلام ده طبعا كتير لكن أنا أصلا في الأصل ما فيش مشكلة ما بيني وبين كابتن حسن هم الناس هي اللي فعلت المشكلة فعملت مشكلة من لا مشكلة عملت موضوع وحورت موضوع وهم ما يعرفوش الأساس اللي هو لسه أنا حاكيه دلوقتي اللي هو كان كل حاجة حصل ما بيني وبين حسن حسن كابتن حسن خير قبل ما يروح بيراميز موضوع منتهي ما فيش أي حاجة بدليلي أن أنا كن كل مطش بلاقي كابتن حسن بروح وسلم علي طبعا أنا لو أنا فيه مشكلة ما بيني وما بينه أنا كابتن من شخصيتي لو أنا متدايق من حد استحالها تديه وش يعني استحالها بقى وشين إنه من ظهرك مش طيقك ومن قدامك أسلم عليك وحبيبي لا لا ربنا لا يحسبني مش أنت فأنا كل مطش بروح وسلم عليه ده حد السكنداري كنت بروح وسلم عليه مسك برمز وروح وسلم عليه مسك سموحة كنت رح وسلم عليه لو كلامك دلوقتي انت معانا على الهوى حلص ده يعني.. وانا ما فيش حد يجبرني كنت أن انا أقول الكلام ده وما فيش حد يخليني أن انا أقول حاجة أنا مش عايز أقولها بدليل أن انا قلت كل حاجة اللي في قلبي على السنة قلت على طول قصة علاقتك بكل المدربين وكل زميلك علاقة محترمة جدا وان شاء الله الفترة جاية يعني كويسا كنت أطلعت ووضحت الأمر ده فترة جاية ان شاء الله تكون متواجد في مكانك الطبيعي بعد تقلقك الواضح في معنات الأهل ان شاء الله تكون متواجد في المتخب خلال الفترة ودي طبعا دي قرارات وقناعات كابتن حسام وده قراره الأول والأخير يعني بحترمه يعني أنا مش من الناس اللي هي تعلق بقى على القيمة خلص بالعكس هدي كورة في يوم هتبقى كويس وفي يوم هتتاخد وفي يوم هتبقى كويس ومش هتتاخد وفي يوم هتبقى وحش وهتتاخد فما عندش مشكلة خلص